أوائل خريجي الكليات العسكرية وكلية الشرطة سيادة الرئيس جئت لسيادتكم اليوم محملاً برسالة أنقلها لسيادتكم من أبنائك خريجي الأكاديمية والكلية العسكرية باعتباركم رمزاً للشعب وقائداً أعلى للجيش يريدون من سيادتكم أن تطمئن شعبنا بأن لديه رجالاً يعشكون الموت في سبيل الله والوطن بقدر ما يعشكون الحياة وقد أخذوا على أنفسهم ميساكاً غليظة بأن تبقى رايات مصر ترفرف على أرضها الطيبة عزيزة الصواري مرفوعة الرأس والهامة وفي اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة التأهيل والتعلم إلى مرحلة حمل أمانة المسئولية يسعدنا ويشرفنا أن نقدم لسيادتكم درع الأكاديمية والكلية العسكرية تعبيراً عن ولائنا لوطننا ووقوفنا خلف كيادتكم الرشيدة يقدمون هدية تذكارية إلى السيد الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة كما يشارك أوائل الجامعات المصرية أشقاءهم من خريجي الكليات العسكرية حفلهم اليوم ويقدمون لهم التهنئة سيادة الرئيس بكل الفخر والاعتزاز يسعدنا نحن أبناءك أوائل الجامعات المصرية أن نقف اليوم أمام سيادتكم جنباً إلى جنب مع إخواننا خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية وكليات الشرطة في مشهد وطني مهيب تتجلى فيه أسماء آيات التلاحم بين شعب مصر الأبي وجيشها العظيم ومن هنا من أرض الكنانة من الأكاديمية العسكرية المصرية مصنع الرجال وعرين الأبطال والقلب النابض لقواتنا المسلحة يسعدنا ويشرفنا أن نشارك هذا الحدث العظيم سيادة الرئيس نعاهد الله ثم نعاهد سيادتكم أن نقدم أرواحنا فداء لله والوطن متسلحين بالعلم والمعرفة لتظل مصر كما عاهدناها معكم قلعة العظماء وقبلة العلماء نستلهم من سيادتكم المثل والقدوة لتبقى راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء كم يسعدنا ويشرفنا أن نقدم لسيادتكم درع الجامعات المصرية داعين الله عز وجل أن يحفظ سيادتكم وأن يحمي مصر وشعبها العظيم مرددين بقلوبنا قبل ألسنتنا تحيى مصر تحيى مصر تحيى مصر أوائل خريجي الجامعات المصرية يقدمون درعا تذكاريا إلى السيد الرئيس تحيى مصر 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 تحيى ترجمة نانسي قنقر